بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيب قلبي عملين ايه رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان مرة وحشتوني شكرا جدا لكل الكومنتات الجميلة اللي انتو كتبتوا قولي مبارح شكرا جدا لكم انا الحمد لله بقيت كويسة احسن من مبارح واحسن من اول مبارح يعني البرد تمكن مني جميل جدا والحد دلوقت لكن حاولت اللي انا اقوم واتحرك وخلص الحاجات اللي ورايا كده علشان الدنيا تبقى عندي تمام لاني طبعا لو نايمة في السرير مين هيجي يعمل للحاجة يعني الحمد لله على كل حال المهم تعالي بقى معايا كده في الروتين بتاعي النهار ده سهل وبسيط وكله نشاط وطاقة ايجابية بازن الله هنسمي الله ونسال على الرسول علي افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك مبارح بقى ما صورتش خالص ولا اول مبارح ولا اول اول يعني بقى لي 3 يام كده ما صورتش خالص فكنت واخدر راحة كده مع نفسي بس ياريتها كانت راحة تبقى حلوة كده بمزاجي لا ده غصب عني المهم الحمد لله على كل حال النهار ده الجمعة جمعة مباركة عليكم ربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركة وحب ومحبة اللهم امين يا رب العالمي هنسمي الله ونسال على الرسول علي افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ الروتين بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بما ان النهار ده الجمعة المفروض يعني نعمل بقى فول وطعمية ومش عارف ايه لكن انا مش قادرة خالص فكررت اللي احنا ايه نغلي كده شوية اللبن اللي عندنا تسخنهم يعني ونشرف شاي بلبن وكننا عندي فطير في الفريزر طلعته سخنته والدنيا بقت تمام وده حال المطبخ بقى بعد ما فطرت طبعا المطبخ ده بيت من اول امبارح مش هقولك من امبارح من اول امبارح بالمنظر ده كده في مواعين بتطلع منا بتخسلها اول بول لكن برضو هي عندها مذاكرة وعندها دروس وحاجات كتير اوفاء كفاية عليها اللي هي بتنشر غسيل تلم غسيل تكنس ارض تعمل الركنة يعني تعدلها وكده وتخسل المواعين اللي بتطلع لكن يعني كتر خيرها الحمد لله مش هقدر اخصب عليها اكتر من كده اللي هي تعمل حاجات فوق طائطها كويس اللي هي بتعمل معايا الحمد لله او لما شايفاني تعبانة بتحاول على قد ما تقدر على قد جهدها بتساعد وهي بسم الله ما شاء الله يعني بتحب اللي هي تعمل الحاجة في البيت ولما بتمسك حاجة بتعملها بتعملها بضمير بصراحة مش بتكروك كده وخلوس كان عندي بقى شوية المواعين دول بيتين من امبارح مش هقولك لسه طلعين دلوقتي لقدون انا نايمة بالليل وصيباهم زي ما هم كده امبارح ما عملتش اكل طلبنا اكل من برة وانا عملولي شربت لسانة عصفور وكده يا اختي يعني ايه حاسسوني لانا مريضة بجد يعني المهم الحمد لله على كل حال شوية المواعين بقى دول كده هخسلهم بسرعة ومش هياخدوا مني وقت خلص هو اكترهم كبيات ومعالي يعني احسلهم مفيش اطباق غير الطبقين بس كده وكلهم بقى كبيات مطرح العصير مطرح الببسي معالي جابوا اكل من برة وكلوا بالمعلقة كده يعني انتوا فاهمين اكيد يعني المهم البوتاجاز بقى علشان خطر اقدري لانا انضفه لاني نوية لانا اطبخ له من النهاردة فطبعا مش هينفع لانا اطبخ على منظر البوتاجاز كده انا بحب المكان اللي انا اقف فيه اعمل فيه اكل او اكون متواجدة فيه يبقى نضيفه زي الفل انا عمتا بحب كده احب المكان اللي انا اقف فيه يبقى حوالي ينضيف حتى لو هيخد وقت في الاكل لأ مش مشكلة بقى اكانسل الاكل كده لمدة عشر دقايق وبعد كده اعمل المطبخ واخلي نضيفه زي الفل وقبق على نظافه ابقى شايف الحاجة اللي قدامي كده نضيفه اما بحبش اقف كده في مكان يعني حاسة اللي هو متكركب او مش نضيف رشيت بقى على البوتاجاز اللي هو الازازة هي طبعا فضية بس انا حط فيها مية ويخلوا شوية الصابون من بتاع المواعين رشيتهم كده عشان لو في حاجة نشفة على البوتاجاز تبدأ اللي هي تفك معايا ولما يجي اخسله يتغسل معايا بكل سهولة تمام كده تمام لو انت بتتفرج علي بقى لأول مرة يلا بصراح احط اشتراك وفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكل الفيديوهات يا ست الكل اصفى طبعا على صوتي لكن معلش حقكم علي والله حاولت على قد ما قدر اللي انا اشرب حاجات ده فيها كتير لكن صوتي زي ما هو كده يعني مبارح نزلتلكم الليفت واللفت ده مصوره من يوم التلات ومن تجاي ومتكلمة عليه والدنيا تمام وكنت هنزله لكم مع روتين يعني انتوا فاهمين قصدي يعني هنزل روتين وبعدها كده بساعتين تلاتة روح منزله الليفت الواحده في نفس اليوم اللي انا هنزل في الروتين لكن الحمد لله على كل حال لو انت لسه ما تفرجتش عليه روحي يلا بسرعة تفرج عليه طريقة جميلة وسهلة وبسيطة وكمان هيطلع طعم حلوة قوي للناس اللي سألتلي قالتلي انت استخدمتي مية من الحنفية ولا مية ايه مية كنت غليها قبل كده فحلة وسايبها تبرد وخدت منها بالكباية عشان اعاير قد ايه المية اللي انا حطتها على الليفت علشان خاطر كل كباية مية بيتحط لها معلقة ملح كبيرة تمام كده تمام ان شاء الله باذن الله هيطلع من ايديك زي العسل يلا بقى استغلي الموسم بتاعه واعملي كل حاجة حلوة انت برضو استغلي الاوقات اللي بيبقى فيها الليفت الارنبيت المخللات الحلوة الجميلة اللي احنا بنعملها دي واستغلي الموسم دا وكده واعملي قلبة كده صغيرة على قد تقعد معك عشر تيام خمستاشر يوم حبيبة قلبي اللي سألتلي قالتلي هو الليفت ينفع يقعد لشهر الرمضان بصي هقولك على حاجة الليفت اصلا بيتكل منه بعدها بتلات تيام يعني عايزة اقولك اللي احنا انفتحنا عليه وبدأنا اللي احنا ناكل فيه اللي مخل الله من يوم التلات تمام كده تمام لكن انت لو عايزة تخلي الرمضان رمضان كل سنة وانت طيبة جاي بدر اول اي السنة دي يعني جاي في اول اربعة يعني ممكن تلحق الليفت في اخر الموسم يعني اخر الموسم كده بتاع شهر اتنين او شهر تلاتة كده بيبقى لسه بقى ايه الليفت لسه موجود بس بسيط قوي مش كتير زي الايام دي تلحقيه وتخليليه بقى بس تخليليه بحاله ما تقطعهش تحط الحباية كده بحالة في العلبة ولما تيجي تاكل منه تقطعي بقى الوحدة بوحدية او ممكن يقعد معاك ممكن تلحقي بقى كده قد اول اسبوع من رمضان كده يبقى طعمه جميل معيك لكن تقعدي كل الفترة دي لأ منصحكيش طبعا حتى لو حطها بحالة مش هينفع خالص تمام كده تمام كده بقى يعتبر خلصتي اعتبر تلاتة اربع الموعين واحنا وقفين بندعي بنعمل الموعين بتدعي بقى لكل حاجة نفسك ربنا يحالك وان شاء الله ربنا يحالك كل اللي نفسك فيه قولي امين يا رب العالمين ربنا يرزقكم راحة البال وراحة القلب بقى اللهم امين يا رب العالمين فيش اي حاجة تستاهل في الدنيا دي يعني في ثانية بتلاقيك انت تبقي زي الفل كده وتلاقي نفسك تعبتي فانت حاولي على قد ما تقدري ما تزعلش نفسك ما تضايقش نفسك حد قالك كلمة كده ولا كده اوعي تضايق وتتأثري ربنا هياخد لك حقك منه بودنك يعني هتسمعي كل حاجة اتقالت لك هتسمعيها بودنك فانت سيبك من اي حاجة ويرمي تكالك على ربنا ربنا كبير قوي بس انت خليه هو اللي قدام عينك يخليك كده كل حاجة انت بتعمليها يبقى ربنا هو اللي بيمشي لك امورك هو اللي بيدبال لك امورك والدنيا هتبقى عندك تمام ان شاء الله ربنا يهدينا ويهدي اولادنا ويبارك فيهم ويحفظهم قولي امين يا رب العالمين ويرزق كل مشتاء بالزرية الصالحة ويرحم اموتنا ويشفي مرضانا قولي امين يا رب العالمين ويرزق طبعا الولاية والبنات اللي معنا هنا في القناة بالزوج الصالح اللي يصنهم ولي اقدرهم ولي امين يا رب خلصت الموعين الحمد لله والدنيا بقت تمام عايزة بقى نعمل بقى البوتجاز كده عشان خاطر نبقى خلصنا منه بالمرة ونبدأ بقى ايه نشوف لو هنعمل اكل هنعمل حاجة النهاردة ويبقى كده عندنا اليوم بتاعنا ماشي زي الفل عايزة اقول لك والله انا بسجل دلوقتي وانا لسه مخلصة الروتين ده يعني لسه مخلصة دلوقتي حالا وقلت ادخل اسجلك بسرعة عشان ينزلك النهاردة يوم الجمعة لاني وحشتوني قوي وحشني الكلام معاكم وحشني الكومنتات الجميلة اللي انت بتكتبوها لي ربنا يدوم المحبة اللي بيننا اللهم امين يا رب العالمين صدقوني بحس اليوم نقص حاجة لما الكومنتات ما بتجيليش لما ما بنزلش حاجة بحس اللي في حاجة نقصوني في حاجة كده مش عارف انا بحبكم او والله من غير ما شوفكم ولا اي حاجة لكن ربنا يدوم المحبة يا رب اللهم امين بص العين بتاعها البتجاز عاملة ازاي متدمرها ايزا اقولك اللي انا مسكة في ايدي كوباية ينسون وعمالة اشرف فيها ومش قادرة بتكلم بالعافية لو بتكلم بصوت مش حالو معلش حقيق علي بس فعلا الروتين بتاع النهاردة تعبت قوي فيه محتاجة بقى لانا اريح كده قدي ايه ساعتين كده ساعتين وبعد كده قوم اعمل لهم الاكل وعمل لهم اللي هم عايزينه لان الموضوع صعب قوي بصراحة ما كنتش بحس بالارهاق دوت لما بكون مش تعبانة لكن فعلا انا حستت فعلا بارهاق جامد جدا دلوقتي او النهاردة يعني لما عملت ده ما عملتش حاجة انا غسلت شوية موعين ومسحت الارض والبتجاز بس كده بس حسل انا تعبت يعني حسل انا لا مش هيبة دي دي واحدة تانية مش هيبة اللي انا اعرفها اللي انا متعود عليها اللي هي بتهدي الشقة كلها في يوم واحد وتعمل غسيل وتنظيفات وكل حاجة الحمد لله على كل حال نعمة الصحة دي نعمة كبيرة جدا ما بنحسش بيها غير فعلا لما بنتعب احمدي ربنا على نعمة الصحة مش كل الرزق اللي ربنا بيدهننا فلوس الرزق في روحة البال الرزق في حيطان مدرياكي انتي وعيالك الرزق اللي انتي يبقى عندك صحة كويسة الرزق في الزوج الصالح الرزق في العيال الرزق في الطمأنينة والسكينة اللي انتي تبقى قاعدة كده في المكان او عيشة في المكان ما حدش بيخبط عليك يقولك هاتي الفلوس اللي عليك او هاتي اتفاع اللي عليك ده كل الحاجات دي رزق من عند ربنا رزق كتير جدا جدا ما بنحسش بيغل فعلا لما بيروح من ايدينا او لما بنحس فعلا اللي الموضوع بالنسبة لنا ما بقاش في ايدينا دايما بنفكر في الحاجة اللي هي مش معاينة دايما بنفكر في الحاجة اللي احنا عايزينها ومش عارفين نجيبها فهي داي اللي بتدوش لنا حياتنا هي دي اللي بتخلينا طول الوقت عمليين نفكر في حاجة تانية وما بتحمديش ربنا احمدي ربنا على كل حاجة وان شاء الله ربنا هيبركلك في كل حاجة انت بتعمليها الحمد لله على كل حال احمدي ربنا في الزغيرة قبل الكبيرة ومن حمده زيده طول ما انت بتحمدي ربنا طول ما ربنا هيزيدك من واسعة الحمد لله على كل حال غسلت الحوامل بتاعة البوتجاز كانت متدمره خالص فغسلتها وغسلت هنا كمان العيون بدأت اللي انا اشطفها وحطها بقى على فوتا كده نظيفة علشان خطرة تتصفى معي وروح بقى شوف البوتجاز اخباره ايه جبت بقى معي هنا لسلكة كده وبدأت بقى اللي انا ايه اصب البوتجاز ايه نعم انا ما عملتهش بضمير قوي ومش يعني مش راضي على النتيجة اللي انا وصلت له لها لكن بالنسبة للي هو كان فيه كده الحمد لله يعني لما دخل اعمل الاكل او اطبخ كده الحمد لله احسن معمل عليه ويبقى المنظر مش حلو خالص هنا كنت في الوقت ده وكنت عملا اصبن بقى الزرير بتاعة البوتجاز صبنتها كده وروح تمسحها بقى بالفوتة على طول دونيا بقت تمام والحمد لله حيانا كتير اوي ما بنحسش باحساس النظافة دوت غير لما بتخلصي اللي وراكي كله بتحس اللي انت لأ هو المكان كان عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي لأ بجد يعني تسلم ايدي اللي عملت او اللي هي بتعمل في بيتها وتبقى عايزة كده تنجز الوقت على طول اه ربنا يبارك فيكم اللهم امين يا رب العالمين بص كده بدأت بقى اللي انا ايه الفوتة كل ما بتتميلي صبون بروح اشتفها تحت الحنفية على طول وعصرها بقى جامد علشان خطر تلم معي الصبون اللي على البوتجاز كله والعيون من جوه نفس الكسة كل شوية بشتفها وروح مكملة خلصت كده الحمد لله وروح تحطى العيون وحطى كمان الحوامل بتاعة البوتجاز كده خلاص قادر اقول لك اللي الدنيا تمام وزي العسل كده بقى البوتجاز بتاع رجع جميله زي الفل اي نعم مش راضي عن النتيجة لكن حلو حلو جميل احسن من الاول بكتير يعني احنا كنا فين وبقينا فين تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني الحوط بقى طبعا والرخامة مطرح ما خلصت الورايا كله خلصت البوتجاز متضمرين عايزين بقى كده يتغسل وكده غسل نظيفة والدنيا تبقى تماما العلبة دي بابدأ اللي سبونش بحب اللي انا او الليفة اللي بتاعة المواعين يعني بحب اللي انا اعصرها كويس واسبها كده تتهوع علشان خاطر تنشف من اي حاجة لما بتسبيها في المية بتلم بكتيريا خلي بالك من النقطة البسيطة ديت مهم جدا الليفة بتاعة المواعين او اللي سبونش بتاع المواعين يجفف يعني ينشف معاكي ما تسيبهوش مبلول في المية في حاجات بتطلع جواه وانتي ما بتبقاش واخدى بالك منها يعني بالليل بعد ما تخلص المواعين اوعي تحطيه في مية ممكن ترش عليه شوية تخلي كده وتسيبيه المودة دقتين تلاتة وتروح عصرها كويس جدا وحطاه على حاجة تتصفى بحس اللي هي ما يبقاش فيها ولا نقطة مية خلي بالك من النقطة ديت نقطة بسيطة جدا وبرده الصابون وانتي بتستخدميه يريد تحطي معاه شوية من الخل علشان خطر الخل هنا بيقلل فعالية الصابون الجامدة جدا على الاطباق والمواعين هنا حطيت شوية من الصابون وحطيت معاها شوية من كلور وروحت حط الفوتة بقى بتاعة المطبخة هلكت معايا جامد جدا فقلت بقى سبها كده منقعة شوية علشان خطر بقى ايه لما اجي كمان شوية يعني اروح اغسلها كويس تحت ايديا كده وروح احطها بقى على الحبل الفوتة التانية نضيفة لسه جايبها بس الاتنين نفس الدون يعني بس كده انا هحط بقى اللسبونش ده بالشكل دوت كده متصف يوم ودنيا تمام مفوش ولا نقطة مياه انا كده كده لسه اليوم عندي مطول فممكن اخسل مواعين الغداء ممكن مواعين العشا ويبقى زي الفل بس برضه شلته من المياه مبخلوش محتوط في مياه والحوت بقى عندي ندي فعندي بقى شوية بطاطا كنت جايباهم من امتا من ساعة ما رحت لسه معاكم الخميس اللي هو بتاعم بارح الخميس اللي قابليه عملت نصهم لاني كنت جايبها كمية كبيرة ودي نصها الباقي فقلت عملهم للولاد ممكن ياكلوا منها عبال ما اعمل الغداء نضحها بقى كدة في شوية مياه وهزيبها كده شويه عبال ما اشغل الغداء وبعد كده هرجع عليها تاني تكون الثينة اللي فيها باشت شوية بعد ما شغلت الغداء عمسكتها بقى دعاكتها كده والدنيا بقت تمام وطلعتك الثينة اللي فيها انا بحب الي انا قطع الاطراف بتاعتي البطاطا مش عارفة ايه السبب بس انا بحب اللي انا اضطحها مش عارفة لي معيني لو سبتها مش هيحصل اي حاجة بس مش عارفة ده تعود ده ولا ايه مش عارفة ما علينا المهم شلت كده الاطراف بتاعت البطاطا وجبت معي حلة علشان خاطر هعملها في الحلة زي ما متعودين على طول بس المرة دي مش حط عليها سكر علشان اه جوزي مش عايز فيها سكر كل مرة يعضي يقول لي ما تحطيش سكر علشان خاطر انا مش بحب تعمل سكر فيها يعني اه وكل مرة بانسى وبحط المرة دي بقى تعملت اللي انا منساش وما حطيش سكر واللي عايز سكر بقى يبقى يحط عليها بلت بقى كده ورقتين من الكراسة ورحت حطة بقى إيه البطاطا بتاعتي هروسها في الحل بتحط الورقة من الاول علشان خاطر تديك تعم حلو قوي البطاطا بتستوي من غير مية خالص هي بنص كوب بيت مية بس كده وبعد كده بلت شوية تاني شوية تاني من الورقة من الورقة يعني ورقتين بردو بس اهم حاجة الورقة ما يكونش مكتوب في اي حاجة ممكن ورق زبدة لكن ورقة زبدة اللي عندي خلص فاستعملت بقى ورق كراسة بص نص كوباية مية لو انت عايزة تحط السكر حط السكر قبل ما تحطي الورقة تمام كده السكر هيتحط قد ايه نص كوباية ممكن تزودي يبقى كوباية وهيعمل معاك الكرامل في الارضية هتبقى جميلة قوي حطت الحل على النار وبعد كده بقى ايه بقيتها بص على الحود عشان لو في اي حاجة كده اام ما ترحلتين بتاعة البطاطا عبقى خلصت من الحود برضو بقى انضيفه زي الفل الحل بقى بتاعة البطاطا سبتها كده تعيش حياتها كل دوت كان لسه ازان الدهر مقالزينش تمام تمام اللي هو صلاة الجمعة يعني خرجت بقى هنا قلت هعمل لنفسي كده كوباية ينسون وامنتش بقى الفيديو كده وينزل لكم ان شاء الله بدري زي كل يوم كده لاني بحاول على قد مقدر إلا أنا هنزل لكم الروتين بدري بناء طبعا على طلبتكم هعمل كوباية ينسون بص شربت نصاهو أنا مسكاها أصلا وانا كنت بمنتش معيك هحبت فتلتين مش فتلة واحدة عشان يبقى تقيل معي والكتل كان خلص المية هصب بقى المية واقلبه واعد بقى ايه اه اشرب وانا بالفعل شربت نصه بس كده خلاص ده كان الروتين بتاعنا النهاردة بحبكم في اللي احلى وقت يا بخوات ما تنسيش تحط اللايك بتاعك والسلام عليكم